شكراً لأخ الرئيس شكراً للمشاهدة وبالتالي وجوب أن تتحرك الجهات المسؤولة بشكل عاجل لمعالجة هذا الخلل وجود الكثبان الرملية على الطرق السريعة بشكل كثيف بعض منها تسبب بحوادث بعض منها أخر أيضاً حركة السير في هذه الطرق وهذا شكل غير حضاري وغير آمن وتوجب على الجهات المعنية أن تتحرك بطريقة سريعة أن تعالج هذه المشكلة من خلال زيادة وتكثيف الرقعة أيضاً الخضراء سواء على امتداد الطرق التي هي الحزام التشجيري الذي يوجد في هذه الطرق لا زالت هذه الطرق غير مهتمة فيها الجهات المعنية عدم وجود النباتات التي تحفظ التربة وتمنع وجود هذه الكثبان الرملية على الطرق السريعة هذا يؤكد أن هناك إهمال كبير من قبل الجهات المختصة فما دام هناك وجود وزيرة جديدة تحدثت معها منذ قليل بأن يكون هناك طلعات ميدانية للمناطق الجنوبية حتى تتفقد هذه المناطق وتتأكد من هذه المشاكل وجودها على الأرض وكيفية معالجتها بشكل سريع المناطق الجنوبية سواء صباح الأحمد وأيضاً الخيران والوفرة وغيرها من المناطق التي هي المزارع تحتاج أن يكون هناك خطة مدروسة من قبل وزارة الأشغال وكذلك هيئة الطرق وهيئة الزراعة بأن تتعامل مع هذه المشكلات بشكل عاجل وتوفر لأهلها الطرق الآمنة وأيضاً تعمل على زيادة المسطحات الخضراء التي تحافظ على عدم وجود الكثبان الرملية على الطرق السريعة بالتالي مكافحة زحف الرمال هذا أمر عانت منه طرق الكويت وهو أيضاً يأتي مع المشاكل التي تعاني منها طرق الكويت وجود الحفر وعدم وجود الصيانة بشكل مستمر سبب حوادث ووفيات وصورة صراحة يعني تؤكد أن وجود فساد يجب أن تعمل هذه الوزيرة بطريقة تتعامل مع هذه المشكلات وتشوف وين مصدر هذه المشكلة كيفية معالجة هذه القضية محاسبة المسؤولين التي تسببوا بوجود هذه المشاكل التي أثرت على هذه الطرق وبالتالي تسببت بحوادث أو أيضاً بضحايا نتيجة عدم تحرك الجهات المعنية بتوفير الطرق الآمنة للمواطنين وكل من يسلك هذه الطرق شكراً لك الرئيس